طيب مبدئيا كده خلينا نسأل سؤال ليه بيحصل لنا ده و ايه يعني ليه يعني ليه فجأة انا كنت بحب الحاجة قوي قوي ممكن مثلا اتظلم فيها يحصل لي الموضوع ده مثلا لو حد جي علي في شغل انا مثلا بحب شغل قوي لو حد جي علي فجأة افقد الشغف وهل ده كنت بتكلم انا ونورة الفقر اللي فاتت ان ده مثلا عرض لاكتئاب او ممكن ده يؤذي الى اكتئاب او لا ده موضوعات كتيرة او نا ده اوف كده فوروصيك كل حاجة بالنبدأ اولا كده بفقدان الشغف انا لو حد ممكن يفقد شغفه او يكون عنده حاجة بيحبها وبعد شوية اكتشف انهم مش بيحبها ومش هي ذي اللي هو عايزها هو غالبا في عندنا حاجة كده ان احنا بنقرن السعادة بخطوات يعني سترك السعادة بمربوطة مثلا اني لما اشتغل الشغلان الفلانية هبقى سعيد لما يكون معي الرقم الفلاني من الفلوس هكون سعيد لما تجوز هكون سعيد دي حاجة مش حقيقة خالص دي حاجة مش حقيقة خالص لأن أنا كل خطوة أنا باستنيها عشان أكون مبسوط بأجل ساعاتي هنا ودلوقتي وبشتت نفسي عن لحظة أنا عايشت لحظة واحدة مش بتتكرر تاني يعني نحن مش عايشين في الماضي ولا في المستقبل فرقم واحد في القصص إن أنا حاطت أصلا هدف وهمي أنا بقول إن أنا حكون مبسوط لما وصل لحتة الفلانية فزي أول حاجة بتفقدنا الشغل يعني بعد شوية التكرار والضغط اللي بيحصل علي وحس إن أنا مش قادر أكمل فالدافع اللي كان عندي بيبتدي يقل اكتمن؟